على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة تبأ الخسائر من نيديا عين سين سين وقد استعرضنا بعضا من أسئلته بقي له أيضا مجموعة في هذا اللقاء يقول فضيلة الشيخ هل من السنة الإفطار على كبد الأضحية في عيد الأضحى أم الإفطار على لحم الأضحية دون تقصيص الكبد بالله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله واصحابه أجمعين أما بعد فإن السنة أن يفضل من لحم أضحيته يوم الأضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات يظهر أهل إفطار من رمضان وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ويذبح أضحيته فيأكل من لحمها ويأكلها شاء من لحمها من كبدها أو من سائر لحمها فالمهم أنه يؤخر الأكل حتى يذبح أضحيته ويأكل منها هذا هو السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر